موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم دكتور هيكل أبو بكر باسفع الصيام الرغمق وعصاب في المشتشفى خليق عدن الدولي أولا بداية نشكر قناة عدن الفضائية برنامج سلامتك حتى تواصلهم معنا وصلت الوصل مع المواطنين لشرح بعض الأمور الخاصة ببعض الأمراض العصبية وتوابعها وإلاقتها بشهر رمضان المبارك مع بعض العادات سواء القيدة أو السيئة نبدأ أولا بأكثر الأمراض الشائعة اللي هو الشحنات الدماغية أو التشنقات العصبية من الملاحظ أن مرضى التشنقات العصبية والشحنات الدماغية أكثر الأمور تلازمهم اللي هي التشنقات في أوقات غير مناسبة وخاصة نتيجة العدم الانتظام بالتقضية السليمة والحياة اليومية أولا على مريض الشحنات الدماغية تقنب الإرهاق والسهر ملاحظ شهر رمضان يطول الليل ويقطر النهار نتقنب الإيهاد والعمل الشاقي في ذروة النهار ما بعد ساعة الثانية عشر ظهرا إلى غاية الساعة الخامسة أو السادسة قرب فترة الإفطار تكون نسبة سكريات الدم في أقل ما يمكن مما يعرض المريض وعنده القابلية طبعا للتشنقات العصبية لنوه بهذا الموضوع عليه الانتظام بالنوم اكتمال ساعات النوم ست إلى سبع ساعات نوم مكتمل حتى لا يعرض نفسه للإرهاق ثالثا تقنب بعض العادات السياف في رمضان ويتخزين ألقات بعد الفطور حتى الصباح أو ما يقارب الفقر مرضى الصرع ومرضى الشحنات الدماغية يمنع منع عمباتا من مرضى ألقات في هذه الفترة الضيقة وقليلة التغذية بشكل عام طبعا المخزن لا يأكل ولا بيش رب يظلي هو القاتل نتقنب هذه الأمور تعمل لنا مشكلتين للمريض أولا إرهاق ذهني وثانيا تقليل نسبة السكريات في الدم ثالث شيء والمعضلة الكثيرة اللي هو الانتظام بالأدوية مريضة الصرع أو مريضة الشحنات الدماغية عادة ما أدنى حد من القرعة واحد إلى ثلاثين إلى قرعتين فعلي تقسيمها ما بين الفترة من فترة الإفطار حتى فترة السحور وإن وجدت القرعة الثالثة فهي تكون ما بينهما لكن هذا لا يعطينا التوزيع الصحيح والكامل لنسبة الدواء في الدم فيظل المريض من بعد الخامسة فقران أو الساسة فقران إلى ثاني يوم وقت الإفطار جسم غير مكتمل أو نسبة الدواء في الدم قليلة غير متوزعة بانتظام بينما تتركز في فترة المساء لهذا يحاول المريض في فترة النهار تقنيب نفسه من العمل الشاق ومن الإقهاد حتى لا يتعرض لتشنقات يعني في أوقات غير غير مناسبة غير مناسبة خاصة خارق البيت الشيء الثاني اللي نتكلم عنه المنبهات على مريض الشحنات الدماغية والتشنقات الصرعية تقنب أحد المنبهات نبدأها بالقات وانتاليها القهوة والشاه في فترة الإفطار طبعا وما بعده لأنها من الأمور المحفزة لحصول التشنقات الصرعية ثاني شيء نوعية التغذية مرضى الشحنات الدماغية عليهم التركيز على المواد السكرية والنشوية أكثر من البروتينات لأن الدماغ بحاجة إلى هذه المواد لتغذية الدماغ ولرفع نسبة السكر في الدم مع مراعاة مرضى السكر وكبير السن طبعا نتمنى أنه يكون وصل كلامنا ونصائحنا لهؤلاء المرضى وأكثرهم طبعا هم من الشباب للأسف الشديد نتيجة للإرهاق وكثرة تعاطي القات وقلة النوم نهيك عن القهد العضلي أو الدهني من الأمراض الشائعة في شهر رمضان الكريم وطبعا السبب هو العادات النسية اللي هو أمراض الشلال والقلطات الدماغية فمنهم الحالات المعروفة والمداومة على العيادات وتأخذ طبعا أدويتها بشكل منتظم ومنهم الحالات القديدة الناتقة عن قلة السوائل بشكل عام مما يحفز الجسم لحدوث القلطات الدماغية هذا السبب من الأسباب الأخرى عند المرضى القديمين أو حالة الباردة نسميها مداومين على العيادات عدم الانتطام بأحد أدوية الضغط أو أدوية سيولة الدم نتيجة ضيق الوقت أو النسيان أو الإهمال في شهر رمضان الكريم المرضى الأساسية خلال شهر رمضان الكريم لقلة السوائل مع مراعاة كبار السن المرضى المعاقين هذه الأمور طبعا أنا لا أفتي فيها وإنما ينصحوا بإفطارهم لما يتعرض لهم من خطر من تكرار القلطة أو تكرار نزيف الدم في الدماغ ننصحهم أولا بأخذ الكمية الكافية من السوائل الانتظام بأخذ العلاقات المنتظمة وتقسيمها بالفترات الزمنية من وقت الإفطار إلى وقت السحور إذا كانت هذه العملية غير كافية والأدوية توزيحها من الصعب ننصح المريض أن يجد له حل يا الإفطار أو الالتزام بالأدوية مهما كانت الملحاق الثانية الإرهاق لا يقضل المرضى القلطات الدماغية والنزيف الدماغي والشلل السهر والعمل المغني خلال النهار لابد من الراحة التامة والتغذية السليمة وفي كل الحوال ننصحهم بالسكريات مع مراعاة نسبة السكر في الدم لأن أغلبهم كبار في السن وعليهم مراعاة المواد السكرية والنشوية وأخذ الأدوية سواء كانوا مرضى السكر أو غير السكر الحالة الثانية أدوية الضغط لابد من الانتظام بها وتوزيعها بشكل مناسب خلال الفترة القصيرة من الإفطار حتى السحور علاقة المرضى التشنقات الصرعية والشحنات الدماغية بحالات أو قايحة كورونا طبعا هؤلاء المرضى هم من أكثر المرضى المعرضين مثل هذه الحالات لنتيجة لنقص المناعة عندهم نهيك أن أغلبهم يعانون من قصور دماغي فهم أكثر عرضة وعلى الأهل خاصة للأطفال والشباب أن يكونوا أكثر نصحا لهم تقنيبهم الأماكن المزدحمة استخدام الواقع بقدر الإمكان تقنيبهم الخروج وهذا الأفضل فليبقوا في ديارهم في وقت رمضان شهر كريم ما يحتاج يعني للخروج الدائم والإرهاق أقل الشي بهذا الفتر وبهذه الغمة على ما تزول بإذن الله خلال الشهر الكريم وإن شاء الله الأمور تمر على خير في الأخير نشكر قناة عندنا الفضائية على إيطاحة الفرصة لنا للتواصل مع الأطباء ومع المرضى ولا صحة كذلك لتقنب بعض المخاطر العادة السية في الصيام ونتمدى لهم صوبا مقبولا بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة